السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة مع مادة محاسبة الضرائب إن شاء الله النهاردة هتكون الحلقة عبارة عن مراجعة على الأجزاء السابقة التي تم شرحها طبعا إحنا شرحنا قبل كده أجزاء المنهج خلال حلقات سابقة في قناتكم قناة مصر التعليمي من التعليم الفني هنبدأ النهاردة إن شاء الله نراجع على أجزاء المنهج اللي احنا خدناها قبل كده ونبدأ نشوف يعني تقدر تحل التمرين إزاي الطلبة اللي فاتها بعض الأسئلة مشاهدتش بعض الحلقات تبدأ إن شاء الله تحاول تركز معنا في حلقة النهاردة عشان خاطر إن شاء الله النهاردة جايبين لكم أكتر من تمرين شامل على المنهج طيب مراجعة بسيطة بس على اللي احنا خدناه أو أجزاء المنهج عندنا احنا بندرس في محاسبة الضرائب ستة أنواع من الضرائب في ضريبة المرتبات في ضريبة النشاط التجاري والصناعي في ضريبة المهن الحرة في ضريبة السر والعقرية ثم ضريبة الأشخاص الاعتبارية وأخيرا ضريبة القيمة المضافة طيب الامتحان إن شاء الله خلاص قرب كلها أيام إن شاء الله ونبدأ الامتحانات بتاعتنا عايزين نركز الفترة اللي جاية دي نحل الامتحانات على قد ما نقدر نحل التمرين كتير محاسبة محتاجة شغل من المواد الجميلة جدا محاسبة الضرائب تقدر تحلها بسهولة بس يا ريت إن شاء الله كده إيه نحاول نتعب الفترة اللي جاية دي في المذاكرة ونبدأ نحل التمرين كتير زي ما قلت لكم برضو قبل كده إن المحاسبة عبارة عن حل التمرين كتير عشان خاطر دي تتمرن على إزاي يعرف حل التمرين في امتحان آخر السامن إن شاء الله نبدأ كده على بركة التلاع معاكم في بداية المراجعة مع التمرين الأول ونبدأ بأولا محاسبة الضرائب حاسبة الضرائب جزء الأول فيها هنبدأ على الضريبة على المرتبات وما في حكمها طيب كده أنا براجع معاكم أول درس اللي هو الضريبة على المرتبات وما في حكمها وهبدأ بالتمرين الأول وقبل كده في الحلقات السابقة بدأنا شرحنا ضريبة المرتبات وخدنا عليها كذا تمرين وبرضو لازم نكون عارفين خطوات حل التمرين بتتم إزاي طيب لو جيت في الأول قلت إن تمرين بيجيلي بالشكل ده بيقول لي أحمد نصر يعمل بإحدى الجهات يتقادى شهريا المبالغ الأتية يحصل على 250 جنيه مرتب أساسي ثم علاوة مضافة لأجر الأساسي وألف جنيه أجر إضافي طيب بصوا التمرين المرتبات عموما عشان خاطر تكونوا مركزين فيه شوية قلنا الخطوات بتاعته نقرأ الأول التمرين خلي بلنا بالأرقام ومراجعة بسيطة تحاول تركز تبدأ تحل التمرين المرتبات إزاي قبل ما هبدأ تحل المرتبات لازم تركز معك كويس جدا أن المرتبات أو الأجر نوعين إيه هما النوعين بتوع الأجر؟ فيه أجر أساسي وأجر متغير والأجر الأساسي عبارة عن أجر مرتب أساسي وعلاوة خاصة والأجر المتغير عبارة عن بلل طبيعة عمل وحافظ إنتاج وأجر إضافي طيب حضرك أنت قلتنا دلوقتي أن دول الخمس حاجات اللي هما ممكن يجوني معطى بالتمرين ونبدأ أحلي بالخطوات بتاعتي طيب تمرين إما يجيلك في الامتحان شهري أو يجيلك سنوي نبدأ الآن مع بعض على الجزء الأولاني أحمد نصر يعمل بإحدى الجهات يتقاضى شهرين مبالغ الأتية 2500 جنيه مرتب أساسي و500 جنيه علوة مضافة لأجر الأساسي و1000 جنيه أجر إضافي حافظ إنتاج 40% من الأجر الأساسي و200 جنيه علوة غير مضافة لأجر الأساسي و300 جنيه بدل طبيعة عمل أنت منحظ أن العلوة جات مرتين علوة مضافة وعلاوة غير مضافة طيب وأنا بحل التمرين حاول أفرق لك ما بين كيف يتم التعامل مع العلاوة في حالة إذا كانت مضافة وإذا كانت غير مضافة ومعنا آخر حاجة بدل طبيعة عمل ركز معا في التمرين فإذا علمت أن يخصم من الممول 1% تأمين صحي ويسدد 400 جنيه قصة تأمين لصالح زوجته وابنه البالغ المطلوب حساب الضريبة المستحقة على الموظف شهريا والحد الأقصى للتأمين الاجتماعي الأساسي 2000 والمتغير 1000 طيب قبل ما حل التمرين تاني ركزوا المرتب الأساسي 2000 ونص في علوة مضافة 500 في أجر إضافة 1000 في حوافز إنتاج ربعين في المام الأساسي و200 جنيه علوة غير مضافة وبدل طبيعة عمل طيب تعالوا مع بعض نشوف التمرين بتحل زي قبل ما تحل التمرين لازم نعمل تمهيد للحل زي ما قلنا لكم في الحلقات قبل كده أما تيجي تحل التمرين المرتبات ابدأ أولا بتمهيد حساب اشتراك تأمين اجتماعي الأجر الأساسي بيأخذ الأقل بين المحسوب وبين الحد الأقصى المحسوب من اللي احنا نحسيبه دلوقتي والحد الأقصى اللي هو جايبولك في التمرين طيب احنا قلنا للأجر الأساسي عبارة عن حاجتين مرتب أساسي وإعلاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي طيب حضرتك جايب لنا في التمرين علوتين واحدة مضافة واحدة غير مضافة طيب ممكن امتحاني جيلك كمان علاوة مضافة فقط أو علاوة غير مضافة فقط نعايز بس أول ملاحظة تركزوا معايا فيها احنا لما بيجينا في التمرين علاوة نركز مع بعض لازم نعرف إن العلاوة إما مضافة أو غير مضافة النقطة دي مهمة جدا جدا وإنت بتحل التمرين يعني لو العلاوة في التمرين جات لك مضافة احسبها مع الأجر الأساسي لو العلاوة جات غير مضافة بحسبها مع الأجر المتغير عند حساب اشتراك التأمين الاجتماعي يبقى تركز في حالة العلاوة مش شرط يجي لك في التمرين علوتين ممكن يجي لك علاوة واحدة إما مضافة وإما غير إيه مضافة أنا جيت في التمرين علوتين واحدة مضافة واحدة غير مضافة العلاوة الخاصة معنا هنعامل العلاوة المضافة تحسب مع الأجر الأساسي والغير مضافة تحسب مع الأجر المتغير تعالوا كده نشوف التمرين بيتكلم عن إيه ونشوف تمهيد للحال طيب الأجر الأساسي 2500 جنيه وفيه علاقة 500 المجموع 3000 هو جايب لي في التمرين إن الحد الأقصى 2000 طبعا أنا باخد الأقل أيهم أقل 3000 دي المحسوبة ولا الـ 2000 الحد الأقصى اللي هو الهالي طبعا الـ 2000 بتضير في نسبة سابتة 13% يبقى النسبة بتاعتنا السابتة كم يا جماعة 13% تطلع 260 طب الأجر المتغير والأجر المتغير عبارة عن أجر إضافي 1000 هو إيه للأجر إضافي 1000 وفيه علاقة خاصة حوافز إنتاج 40% من الأجر الأساسي يعني إيه الأجر الأساسي فوقه عندنا هون مرتب الأساسي 2000 ونص أضربه في 40% هيطلع 1000 يبقى دي 1000 أجر إضافي زائد 1000 حوافز إنتاج زائد بدل طبيعة عمل 300 وفيه علاقة غير مضافة بـ 200 لاحظ العلاوة فوق بـ 500 دي مضافة وعلاوة تحت غير مضافة بـ 200 المجموع كله 2500 وهو قال لحد الأقصى 1000 طبعا باخد الأقل طب الأقل بقى 2500 ونص ولا ألف فباخد الألف أضربه في 10% يديني 100 المجموع كله هيبقى دي 100 ودي 260 و360 أجر أحسب اشتراك التأمين الصحي بما أن الموظف أو الممول مشترك في التأمين الصحي أجمع الأساسي والمتغير حد يسألنا حضارك مستر الأساسي طالع بـ 3000 والمتغير بـ 2500 ونص بس إحنا خدنا فوق فين؟ خدنا فوق الحد الأقصى في الأساسي اللي هي 2000 وخدنا تحت الحد الأقصى في المتغير اللي هي 1000 طبعا بجمع الألفين والألف مع بعض هيديني 3000 فال3000 تضرب في نسبة سابتة 1% هتديني 30 جنيه هلاحظ دلوقت أن الاشتراك التأمين الاجتماعي عن الأجر الأساسي يضرف في 13 على 100 نسبة سابتة وعن الأجر المتغير يضرف في نسبة سابتة 10% واشتراك التأمين الصحي كام 30 جنيه تضرف في 1% تعالوا بقى نبدأ نحل التمرين تشوفت حساب الضريبة الشهرية تتحسب إزاي إحنا بنعمل جدولة زي ما تعودنا وإنه يفضل إن الجدول يكون في صفحة واحدة كاملة عشان التمرين يبقى كامل إيه مع بعضي بصوا كده إجمالي الأجر الأساسي وأنا مرقم لك أو مرقم لحضرتك الأجر نوعين أجر أساسي وأجر متغير لاحظ الأجر الأساسي عبارة عن مرتب أساسي وعلاوة مرتب أساسي وعلاوة خاصة المرتب الأساسي طالع بألفين ونص والعلاوة الخاصة دائما معفاة حد يقول لي طب يا ميستر العلاوة الخاصة المعفاة هنا أو العلاوة الخاصة المضافة حطيتها مع الأساسي والعلاوة الخاصة غير المضافة ما حطتاش مع المتغير إحنا بنحط علاوة خاصة هنا مرة واحدة وبنحط قدامها شرطة وبتعتبر معفاة من الضريبة في حل الجدول إنما لما جينا عملنا اشتراك تأمين اجتماعي دي عملت على الأساسي وعملت على متغير خط العلاوة معي يبقى العلاوة دي تستعمل عند تمهيد الحل في اشتراك تأمين اجتماعي أما إذا وضعت بالتمرين فلا يوضع لها رقم طبعاً الـ 500 جنيه معفاة العلاوة الخاصة حطت لها شرط المرتب الأساسي 2.5 علاوة خاصة معفاة وأجر إضافي 1000 حوافز إنتاج عبارة عن 2.540% طلعت ب1000 وبدل طبيعة عمل 300 جمعت 2500 و1000 و1300 طلعت ب4800 طيب تعالوا بقى على سوابة التمرين والحاجات الأساسية اللي احنا دايماً وإحنا بنحل التمرين لازم نركز فيها رقم واحد ثانياً خطوة تانية طبعاً إجمال الأجل الساسي المتغير 4800 ثانياً يخصم منه إعفاء شخص للممول 7000 سنوياً على 12 شهر الرقم ده ثابت 583 جنيه و3 من 10 الرقم ده ثابت يبقى السطر كله إعفاء شخص للممول يعفى للممول 7000 جنيه سنوياً على 12 شهر الشهر هيطلع ب5383 من 10 مقابل طبعاً إيه؟ إنه ده طبعاً بنده إعفاء شخص من الممول أو الموظف بتاعنا اشتراك تأمين اجتماعي الأساسي 13 لسه عملها في التمهيد والمتغير 10 تعال نطلع كده مراجعة بسيطة في التمرين أو في الجزء اللي احنا شرحناه شايفين كده الأساسي كام؟ 260 والمتغير 100 طيب يبقى إحنا دلوقتي وإحنا بنحل التمرين الأساسي حطيت قدامه 260 والمتغير 100 وممكن نقول اشتراك تأمين اجتماعي نجمع الرقمين دول مع بعضنا ونحطهم من 360 ما فيش مشكلة طيب سنياً بقى نجمع 5383 من 10 زائد 260 زائد 100 هيديني 943 و 3 من 10 أترحهم من 4800 هيبقى صاف الإراضي المؤقت 3356 و 7 من 10 نبدأ نكمل تمريننا بقية الجدول تابع حساب الضريبة صاف الإراضي الشهر المؤقت لسه جايبه في آخر الجدول اللي فات بس عشان نماهد لبعض التمرين ونفهمه 3856 و 7 من 10 يخصم من الممول أقصاد تأمين على الحياة لصالح زوجته وأولاده طيب في التمرين قال لي الممول مؤمن على حياته لصالح زوجته وأولاده أو ابنه وابنه البالغ ابنه البالغ يعني كبير في السن خلاص خلص تعليمه اشتغل أي أن كان ابنه البالغ بلغ سنه الرجد يبقى هو دلوقتي لا يخضع أو ما بحط لهش رقم الأقصاد أو التأمين بتاعه لا يصلح لي أن احنا نحسب له تأمين فطبعا التأمين المبلغ كله جاي 400 هتقسم 400 على 2 هيديك 200 ودي عملها في الملاحظات تحت واشتراك تأمين صحي لسه جايبها بكام ب30 هيبقى 230 ودي بتخلينا لازم نعمل مقارنة إذا وجد في التمرين أي من الآتي إما أقصاد تأمين على الحياة أو اشتراك تأمين صحي يبقى أنت لو حضرتك لقيت في التمرين كلمة اشتراك تأمين صحي أو أقصاد تأمين على الحياة لازم تعمل الخطاة شايفي السهم أنا جايبه منين؟ جايب من 38567 من 10 تضرب في نسبة سابتة 15% يبقى الخمسة 10% دي سابتة باخد صاف الإراد أضربه في 15% تلع 587 أو المدفوع اللي أنت مجمعهم ها بص السهم جاي منين؟ 230 هي دي موجودة عندك ده المدفوع أو الرقم السابت ده 833.13 ده رقم سابت وأنا اختار أيهما أقل من ثلاثة أرقام الأتاءة إما 587 أو 230 أو 833.13 طبعا بنختار الأقل 230 بطرح من الرقم اللي فوق اللي هو 3856.7 ناقص 230 الداني أو 3536.7 طيب الرقم اللي جالك ده بتحوله لإيه؟ بتحوله السنوي بتضرب في 12 باخد 3536.7 واضربه في 12 واجيب رقم بالتقريب يعني تقريبا هو طالع 42.444 من 10 42.441 احنا بنخليها لأقرب رقم 10 اللي هو 42.440 وكام أطرح منه شريحة المعفاة رقم سابت 8000 هيبقى وعائد ضريبة 344.440 طيب ملاحظة هامة بما أن الممول يؤمن على حياته لصالح زوجته وابنه البالغ إذن يقصم مبلغ التأمين على 2 لربعمائة على 2 بمتين اللي أنا لسه إلها إيه؟ من شوية معكم في التمريل طيب تعالوا نحسب بعد كده الضريبة تتحسب إزاي؟ لحساب الضريبة الشهرية طبعا المبلغ بتاعنا اللي هو أنا لسه آيه لـ 34 440 جنيه إذا زاد عن 22 ألف بنعمل الشريحة بتاع الضريبة على مرتين إذا المبلغ ده اللي جا في آخر التمرين اللي هو وعائد ضريبة أكتر من 22 ألف بنعمله على شريحتين أول رقم 22 ألف بضربه في عشرة في المية سابت طلع بـ 222 وبعد كده الباقي انت مش جايلك في التمرين في آخر جدول 34,440 شين منهم 22 ألف دول هيتبقى لك 12,440 تضربهم في نسبة سابتة اللي هي 15% يبقى لي 1,866 والضريبة الشهرية اجمع بقى الشريحتين دول مع بعض اللي هما 2,2 و 1,866 هيديك 4,066 تقسمه على 12 شهر يديك الضريبة الشهرية المستقطعة للموظف اللي هي 3,338 ملاحظة أقصات التأمين على حياة الموالد تكون لصالح زوجته وأولاده القصر فقط أما أقصات التأمين التي لا تقضى على الخصم من ضريبة المرتبات يعني لو جال في التمرين يؤمن على حياة المصلحة زوجته ووالدته والده أخوه ابنه البالغ ابنته المتزوجة دي ما بينضفهاش في التمرين إذا كان الأجر الأساسي أو المتغير بالتمرين سنوي يجب أن يحول أولا إلى شهر بالقسم على 12 إحنا كده خلصنا التمرين الأول على ضريبة المرتبات حابب بس أقول لكم مراجعة بسيطة لازم تركز أو في موضوع إن الأجر عندي نوعين فيه أجر أساسي وهو حاجتين برضو مرتب أساسي وعلوة خاصة والعلوة الخاصة دي بتكون مضافة أو غير مضافة بحطها مع الأجر الأساسي وتعفى من الضريبة عند إعداد جدول كشف المرتبات أو ضريبة المرتبات الأجر المتغير هو عبارة عن بدل طبيعة عمل بدل تمثيل حوافز إنتاج التلاتة دول هم دول الأجور المتغيرة لو جالي في التمرين مثلا بدل صفر وانتقال بدل مأكل بدل ملبس طالما خاص بالعمل يعفى من الضريبة نهائيا وعايز أقول ملاحظة تانية العلاوة نوعين إما علاوة خاصة مضافة أو علاوة خاصة غير مضافة هي هي نفس المسمى علاوة اجتماعية تمام؟ يبقى العلاوة الخاصة إذا كانت مضافة أحسبها مع الأساسي غير مضافة أحسبها مع المتغير وقلت لو التمرين جاي لك قال لك يحصل موظف على مرتب سنوي مثلا 24 ألف لازم شرط أساسي أن أنت تلغي أو تقسم الرقم ده على 12 يبقى شرط كده مهم جدا معاك أن أنت الرقم بتاعك ده بيتقسم على كام؟ على 12 عشان تخليه شهري وتحل التمرينك عادي يعفى من الضريبة طبعا لو قال لك الراجل مأمن على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر إذا كانت أخته أو والدته أو ابنته المتزوجة أو ابنه البالغ تقسم الرقم على 2 على طول إحنا كده خلصنا أول نوع من أنواع الضريبة اللي هي ضريبة المرتبات مع المراجعة النهاردة إن شاء الله مراجعة شاملة مفيدة لكم عايزكم تركيزوا فيها خلاص امتحانات قربت نشد حينها شوية نحاول نذاكر اقتهدوا إن شاء الله تيوصلوا لإنتوا عايزينه هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في تمرين تاني أو جزء تاني اللي هو إيه الضريبة الثانية طيب الضريبة التانية معنا هي الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي طبعا برضو شرحناها معكم في الحلقات السابقة على قناة مصر التعليمية وبرنامجكم المميز في بيتنا مدرسة طيب ده الشكل بتاع التمرين ده بيكون عادة ليه شكلين إما مباني سكنية أو أراضي تقسم للبيع اختار التمرين منه من النهاردة اللي هو المباني السكنية بيقول لي إيه التمرين مقاول يعمل في مجال تشهيد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح ركز معايا أنا دلوقتي عندي عمارة والعمارة دي عايز أبدأ أحسب لها ضريبة طيب تركزوا معايا في موضوع الضريبة ده كويس قوي لما يجي لك ضريبة إرادات نشاط تجاري وصناعي أنت بتعرفها من كلمة إما مباني سكنية أو أراضي تقسم للبيع نفس طريقة الحال مع تقافات بسيطة يعني بتبقى حاجات جوهرية قوي بسيطة قوي إنما باللوقتي بالنسبة لما نيجي نحل الضريبة اللي هي خاصة بإرادات نشاط تجاري والصناعي وتشهيد المباني أنا دلوقتي عندي عمار العمارة دي بابنيها أكتر من طابق أو كذا دور وببدأ أبني العمارة عادة على شقةين في شقة بيكون مسحتها كبيرة والشقة التانية بيكون مسحتها أقل منها طيب أنا عايز أحسب الضريبة على الشقة دي أحسبها إزاي طبعا هنشوف دلوقتي خطوات الحل بتاعتنا زي تحيل تمرين الشقة السكنية برضو تقسيم الأراضي الجزء التاني زي ما قلت تاني وبقرر ليها شكلين السؤال ده ليه شكلين طبعا شكل الأول اللي هو مباني السكنية وعايز دلوقتي معكم نشوف التمرين وطريقة الحل إزاي وتبدأوا حل التمرين إيه ضريبة إرادات نشاط تجاري والصناعي طيب إحنا دلوقتي بنقول إيه مقاول يعمل في مجال تشهد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح قام بشراء قطعة أرض مساحتها 500 متر ركز معايا المساحة 500 متر السعر 400 متر أنا دلوقتي رايح أبني عمارة أول حاجة بفكر فيها إن أنا أشتري أرض فبيجيب الأرض إزاي تروح عند أي مكان عايز تشتري أرض بقطعة معينة فبتشوف المتر بكام وتشوف أنت عايز كام متر 500 متر والمتر ب400 جنيه وأقام عليها عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق يبقى العمارة 6 طوابق يتكون كل طوابق من شاقتين مساحة الشاقة 300 متر الكبيرة والصغيرة 200 متر يبقى إحنا عندنا شاقتين بقدم ساحة لإيه الأرض كانت تكلفة البناء حضرتك لما تيجي تبني عمارة هل بتشتري أرض بس طبعا بتصرف عليها عملة وصمسرة ورسوم تسجيل وتكاليف المباني وأعمال صحية اللي هي السباكة وكهربائية ونجارة كل ده عشان خاطر تبني العمارة بتاعتك شايفين تكلفة البناء عبارة عن أو عبارة عن جزئين اتنين بس أو مصروفين أو نفقات عبارة عن اتنين ممكن في الامتحان يجيبها لك ثلاثة ممكن في الامتحان يجيبها لك أربعة ممكن تيجي حاجة واحدة وممكن في الامتحان يجيب لك سمن شراء الأرض زي ما هقولكم إن شاء الله بس سما كامل التمرين بيبقى ممكن ليه شكل زي في الامتحان تاني فإذا علمت أن الممول قام بناء العمارة كامنا ست طوابق باع منها أربعة شواء كبيرة وباع منها بسعر ميتين ألف وثلاثة شواء صغيرة بسعر ميت ألف بلغت المصاريف البيعاء الإدارية تمانين ألف جنيه المطلوب تحديد تكلفة الشقة الكبيرة والصغيرة وتحديد ربح الممول والضريبة المستحقة طيب نبدأ إن شاء الله كده على بركة لا الحل أول حاجة بتفكر فيها تحديد تكلفة الشقة تحديد تكلفة الشقة إزاي؟ ركزوا شوية سمن شراء الأرض بيساوي المساحة في السعر بيساوي المساحة في الإيه؟ في السعر أنا عايز أشتري أرض فبشوف المساحة اللي اشتريتها كم متر؟ 500 متر والسعر 400 جنيه هيبقى 200 ألف جنيه هو صرف على العمارة قال لي حكتين اتنين عمولة وصمصرة ورسوم تسجيل ممكن تيجي عمولة وصمصرة لوحدها ورسوم تسجيل لوحدها هو جاب لي الاتنين مع بعض عمولة وصمصرة ورسوم تسجيل طلع بـ 200 ألف جنيه تكاليف مباني وأعمال صحية وكهربائية ونجارة بـ 500 ألف جنيه أجمع الثلاث أرقام 200 و 200 و 500 هيديني 900 ألف أبدأ بعد كده أقول له مساحة أشياء المبنية بتساوي مساحة كل شقة في عدد الطوابق احنا عندنا شقةين يا جماعة شقة كبيرة وشقة صغيرة شقة كبيرة 300 متر في 6 شقة هيديني 1800 متر والشقة الصغيرة 200 متر في 6 شقة هيديني 1200 متر يبقى أجمالي مساحة العمارة كلها كام الشقة كبيرة مساحتها 1800 والصغيرة 1200 هيبقى 3000 متر يبقى احنا بنحسب مساحة العمارة كلها على أساس أن العمارة مكونة من 6 إيه 6 طوابق طيب تكلفة المتر الواحد بتيجي إزاي إجمال تكلفة العمارة اللي هي دي اللي هي 900 ألف على المساحة الإجمالية للعمارة اللي هي 3000 فهيبقى المتر الواحد ب300 جنيه طيب نبدأ بقى على تكلفة الشقة الكبيرة والشقة الصغيرة سهل جدا الموضوع الشقة الكبيرة 300 متر والصغيرة 200 متر المتر مكلفني كام؟ تعالوا نشوف كده في التامنين قبله أهو المتر الواحد مكلف صاحب العمارة 300 جنيه يبقى أنا دلوقتي 300 جنيه نركز فيها دي تكلفة المتر الواحد طيب نبدأ مع بعض تكلفة الشقة 300 في 300 هيديني 90 ألف جنيه و200 متر في 300 جنيه تكلفة المتر الواحد يبقى 60 ألف جنيه يبقى الشقة الكبيرة مكلفاني 90 ألف والشقة الصغيرة مكلفاني 200 في 300 طبعا ب60 ألف أبدأ أقوله إراد بيع الشقة 4 شقة كبيرة بـ 200 ألف جنيه في 200 ألف سمن بيع الشقة و3 شقة صغيرة بـ 100 ألف جنيه لحظوا كده في التمرين قال لي إيه؟ قال لي قام الممول ببناء العمارة كاملة 6 طوابق باع منها 4 شقة كبيرة بـ 200 ألف و3 شقة صغيرة بـ 100 ألف طيب نضرب 4 شقة في 200 هيديني 300 ألف ونضرب 3 شقة صغيرة في 100 هيديني 300 ألف يبقى المجموع مليون وميت ألف طيب تكلفة الشقة على صاحب الشقة قد إيه؟ نفس العدد اللي فوق ده في إرادة البيع 4 و 3 بنبدأ نضربه في تكلفة الشقة الوحدة اللي هم دول 1 بـ 90 ألف و1 بـ 60 ألف يعني راجل صاحب الشقة هيبيع شقة بـ 200 بس كالفته بـ 90 ألف شقة كبيرة وشقة صغيرة هيبيعها بـ 100 وكالفته بـ 60 ألف اضرب كده 94 بـ 360 ألف و 63 بـ 180 ألف أجمع يديني 540 ألف يبقى مجمل لربح أطرح مليون ومية من 540 ألف يدينا 560 ألف في مصروفات باعية وإدارية هو جاب هالي في التمرين بـ 80 ألف جنيه إذا نصف الربح الخاضع للضريبة 480 ألف وقوله الشريحة المعفاة رقم سابت دايما في أي تمرين 8000 جنيه نظرا للأعباء التي على الممول فاحنا بنخصم له 8000 يبقى وعاق الضريبة ركز في رقم ده 472 ألف طيب نحسب الضريبة إزاي؟ تعالوا كده ركزوا ده حساب الضريبة المستحقة على الممول وعاق الضريبة أنا لسه جايبه بـ 472 ألف الشريح دي سابتة 1 و 2 و 3 والبقى إحنا بنستنتجه يعني مثلا تمسك الـ 4700 ألف خد منها 22000 أضربهم في 10% يديك 2200 ألف ثم خد من 4700 ألف 15000 أضربهم في 15% يبقى دينا 2250 يبقى بالأرقامها سابتة عشان تبقى سهلة بالنسبة لك رقم 1 و 2 و 3 بالأرقام سابتة الرابعة بقى هنستنتجها أقولكم هتستنتجها إزاي؟ وبعد كده خد تاني مبلغ 155000 في 20% هيديك 310 احنا بنقسم الحاجات دي كلها على هيئة شرايح طيب ثم الباقي الباقي بتاعنا خد الـ 472 دي اطرح منهم مجموعة 3 أرقام دول لو جدت الألة الحزبة بتاعتك وجمعت 22000 و 155 ألف هيديك 192000 اطرح 472000 من 192000 واضربها في 2200 على 100 هتطلع بتلاتة وستين ألف إذا النضريبة الواجبة عليك اجمع الـ 2200 زائد 2150 زائد 31000 زائد 63000 هيديك تسعة تلافتم أو تمانية وتسعين ألف ربعمية وخمسين طبعا دلوقتي احنا خلصنا التمرين التاني ضريبة إرادات نشاط تجاري والصناعي وقلت تاني إن التمرين ممكن يجيلك إما شواء سكنية عمارات مبنية يعني أو أراضي مقسمة للبيع الأراضي المقسمة للبيع نفس خطوات الحل بس ما بتجيبش فيها لتكليفة شقة كبيرة وصغيرة لأن دي أرض أنا بقسمها وببدأ أبيعها إنما الشقة كبيرة والشقة الصغيرة العمارة عبارة عن شقةين فالشقةين دول أنا عايزة أحسب تكليفة الشقة كبيرة كام والصغيرة قدي إيه والضريبة اللي تحسب عليهم إزاي نركز في التمرين من التمرين السهلة تقدر تلمي بها درجات إحنا كده خلصنا ضريبتين ضريبة المرتبات وضريبة إرادات نشاط تجاري والصناعي هنبدأ على ضريبة تالتة ومهمة جدا معنا بتمرين جديد وتركزوا معايا ويريد تمسكوا ألم ورقة وتكتبوا التمرين أو تصوروا التمرين معاكم تحاولوا تبدأوا تحلوا بعد عشان خطر تعرف تحل تمرين محاسبة المفروض تعمل إيه؟ أنت كطالب مرن نفسك على قد ما تقدر أنا دلوقتي عندي تمرين محلول أجيب التمرين وأجيب التمرين بحله وأبدأ أقرأ مرة واثنين وأذكره كويس ثم بعد كده نفس التمرين بتاعي ده أشيل الإجابة خالص وأبدأ في صفحة جديدة بورقة جديدة أحل التمرين تاني مرة يبقى أنت كده حالته كم مرة؟ مرتين ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل بالنسبالك طريقة المذاكرة هتلاقي بعد كده التمرين الواجب اللي أنت بتحلها بالنسبالك سهلة جدا لو خدت التمرين تاني مشابه ليه تمرين تاني بفكرة تانية هتلاقي نفسك اتعود على طريقة الحل ناخد دلوقتي الضريبة الثالثة معانا وهي ضريبة أو الضريبة على القيمة المضافة تمرين سهل في ضريبة القيمة المضافة طبعا خدناها قبل كده برضو اللي هو بقى بيقول لي إيه؟ بيقول لي السلعة ميم تحتاج لإنتاجها إلى مواد خام تكلفتها خمس تلاف أستأذنكم تركزوا معانا في الأرقام خمس تلاف ويقوم منتج السلعة بباعها لتاجر الجملة بست تلاف ويقوم تاجر الجملة بباعها إلى تاجر التجزئة بثمان تلاف ويقوم تاجر التجزئة بباعها إلى المستهلك النهائي بعشر تلاف وبفرض أن سعر الضريبة 14% المفروض أو المطلوب بالنسبة لحساب الضريبة المستحق على السلعة باستخدام فرض الضريبة على ثمن السلعة في كل مرحلة مع خصم الضريبة السابق سددها المطلوب ده ليه طريقتين إما على مقدار الزيادة فقط أو على ثمن السلعة يبقى إحنا التمرين بتاعنا ده بيتحل بطريقتين ليه طريقتين في الحل إما على ثمن السلعة أو على مقدار الزيادة طبعا أنا اخترت على ثمن السلعة مع الكتاب برضو المدرسة والحلقات التانية السابقة بتاعت قناة مصر التعليمية لدبلوم التجاري شعبة إدارة محاسبة الضريب تحاول إن شاء الله بتنزلكوا على اليوتيوب تحاول تبدأ تشوف الخمس حلقات أو الحلقات السابقة اللي احنا شرحنا فيها الأجزاء دي وتبدأ تشوف أنا حلتها بالطريقتين إزاي طيب إحنا دلوقتي عندنا أربع أرقام خمس سلاف ستلاف تمانتلاف عشر تلاف أبدأ طريقة الحل وأبدأ معاك طريقة الحل أولا باستخدام فرض الضريبة على ثمن السلعة في كل مرحلة تعالي نشوف كده دلوقتي أن السلعة عند المنتج بتحتاج لمواد خامة تكلفتها خمس تلاف والمنتج ده بيباعها لتجر الجملة بستة تلاف وتجر الجملة بيباعها لتجر التجزئة بتمان تلاف والمستهلك بياخدها بعشر تلاف من تجر التجزئة إذن تمر السلعة بأربعة مراحل من منتج لتجر الجملة لتجر التجزئة للمستهلك طيب نشوف طريقة الحل إزاي حضرتك هتبدأ تكتب الأربع حاجات لنا أأيلك لسا عليهم دلوقتي المنتج تاجر الجملة تاجر التجزية المستهل تركز عشان الأرقام ما تتوهش منك وانت بتحل وتشوف الأرقام جات إزاي حتى أنا مغير لك اللون كده عشان خاطر ايه تعرف الأرقام دي جات إزاي معاك وتعرف الفرق ما بينه عشان ما تترحش رقم غلط المنتج بيبيع السلعة أو بينتجها بمواد خام بخمس تلاف وتحسب عليها ضريبة من المنبع 14% هتطلع بالسبعمائة تاجر الجملة خدها بستلاف برضو بيدرابها في 14% تلعب بالتمنمية واربعين فالضريبة بالنسبة لتاجر الجملة عبارة عن التمنمية واربعين دي وشين منها السبعمائة الضريبة اللي دفعها المنتج يعني 840 نقل السبعمائة هتديني 140 جنيه ثم تاجر التجزئة 8000 هي بتاعتجر التجزئة بضربها في 14% هتديني 1120 أطرحها من ضريبة تاجر الجملة اللي هي 840 يبقى 1120 نقص 840 هتديني 280 المستهلك بعشر تلاف فاربعتاشر على ما بـ 1400 نفس الخطوات الـ 1400 نقص الـ 1120 تديني 280 والجملة هجمع الأرقام اللي أنا مغير اللون بتاعها دي 700 140 280 يبقى الجملة 1400 لحظوا أن كل واحد من الأربع أجزاء معانا المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك المبلغ بتاعه بيتضرب في رقم سابت 14% لأن الضريبة تحسب على القيمة المضافة بنسبة 14% طيب احنا قلنا دلوقتي باستخدام فريدة أو فرض الضريبة على سمن السلعة في كل مرحلة يبقى دلوقتي ضريبة القيمة المضافة تمام القيمة المضافة معانا المفروض أنها بتأخذ أكثر من شكل لو أنا حسبتها بالتمرين بتاعنا اللي هو إما على مقدار سمن السلعة أو على الزيادة فقط الطريقتين طريقة حلوهم سهلة جدا وقلت تابعني في الحلقات اللي قبل كده هتلاقيني إن شاء الله حليلك التمرينين دول وتحاول تركز فيهم لإني في الامتحان بيطلب طريقة واحدة من الاتنين ما بيجوش للتين مع بعض فيه تاني مع ضريقة القيمة المضافة ملخص إعداد الضريبة وبرضو شرحنا قبل كده طبعا أنا براجع أسئلة برضو هامة بالنسبة لنا عشان خطر الامتحانات قرابط فاحنا بنختار أسئلة وبنبدأ نشرحها والباقي إن شاء الله في المراجعة النهائية إن شاء الله هنكون إيه جبنا برضو المعظم الأسئلة بتاعت المنهج عشان خاطر ربنا يكلمكم إن شاء الله في امتحان محاسبة الضريب كده أنا خلاص ضريبة القيمة المضافة ناقص بس أقولك فيه جزء تاني منها اسمه ملخص إعداد الضريبة وبرضو ده لي شكلين بتحل بأي طريقة بينهم حسب معطيات التمرين هدخل دلوقتي على ضريبة جديدة من نوع الضريبة اللي احنا بناخدها وهي ضريبة الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي طيب الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي دي عبارة عن إيه؟ عن إما مهن تختص به المهندس أو المحاسب دي طبعا ضريبة الأشخاص المهن الحرة ضريبة لدينا مكتب هندسي إما تكون إما مهندس أو طبيب أو محاسب تمام؟ تلات مهن ودي بيطلق عليها ضريبة المهن الحرة أو النشاط غير التجاري مهندس لديه مكتب هندسي بعد مكتب هندس ودفاتر منتظمة قدم بيانات الإرادات والمصرفات عن العام 2020 أدي إراداته وأدي نفقاته طيب أتعب محاسب تصمات هندسية أتعب السشرات هندسية أنا شرحته برضو في حلقات قبل كده جبت الثلاث مهن اللي هو المهندس والمحاسب والطبيب أنا اخترت النهاردة قلنا نرجع تمرين على المهندس وطبعا إحنا بنقول دلوقتي أتعب تصمات هندسية أتعب السشرات هندسية أتعب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين جائزة أبحاث علمية أتعب تصميم صالة رياضية بالكويت أرباح بها أدوات هندسية مستعملة ثم نظير أحاديث تلفزيونية والنفقات تبرعات لجمعية خيرية معترف بها مرتبات موظف المكتب المرتب الشهري إيجار المكتب إيجار شهري 500 إهلاك أساس المكتب استهلاك السيارة اشتراكات منها اشتراك نقابة المهندسين والبقى اشتراك نادي رياضي مصرفات عمومية وقدرية ومصاريف السفر لإنجاز أعمال بالكويت طيب تركز أول في التمرين ده ويا ريت تعرف الفرق مفيش فرق ما بين مهنة المهندس والطبيب والمحاسب طريقة الحل واحدة لكن تختلف في العناصر اللي هو أول معطيات اللي بيدهالي حسب نشاط المكتب يفهموا بطريقة بسيطة جدا قلت قبل كده لو أنا طبيب الصبح بكون شغال في مستشفى بعد الظهري ببعندي عيادة أنا كراجل محاسب أو مثلا خاص موظف خاص بالضرائب جاي عايزي حسبك على الضريبة بتاعتك على نشاط العيادة وليس على نشاط طبعا الشغل طبعا أنت الصبح شغال في مستشفى فبتدفع ضريبة على المرتبات بعد الظهر أو في فترة مسائية بتفتح عيادة العيادة اللي انت حيارك فاتحها دي عايزة أعرف إيه الإرادات اللي بتدخلك من العيادة وإيه نفقات اللي انت بتصرفها واترحم من بعض عشان أجيب الإرادة الخاضعة للضريبة يبقى دلوقتي إذا كنت محاسب الصبح شغال في مكتب أو في شركة وبعد الظهر فاتح مكتب محاسبة كنت مهندس شغال برضو في شركة مؤولات أو أي شركة وبعد الظهر أو في فترة تانية عندك مكتب هندسة أو كنت دكتور مستشفى ثم بعد كده عيادة عايزة أحسب الضريبة الخاصة بنشاطك الخاص من المهن الحرة يعني مهنة حرة لا تغضع تحت إشراف ورقابة شخص من أشخاص إيه اللي هما طبعا إيه أصحاب العمل طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف إذا كان مهندس عايزة أحسب الضريبة بتاعتك تحسب إزاي إنت ما تيجي تحسب الضريبة بتاعته ركز على الإرادات والنفقات كل ما يخص عمل المهندس الخاص بالمكتب بتاعه يغضع للضريبة وكل ما لا يخص العمل لا يغضع للضريبة ويهمل في التمرين وقلت لها طريقتين حل برضو طبعا إحنا قلنا إذا كانت مهندس أو محاسب أو دكتور طبيب مش فرق معايا طريقة الحل أهم حاجة الخطوات اللي إحنا بنحلها عايزة تركز الأول في كلمة إرادات وكلمة نفقات وتبدأ في التفكر في كل بند من البنود المعطاة بالتمرين وتبدأ تشوف هل البند ده هتحط معاك في الجدول ولا البند ده مش هتحط معاك في الجدول هنشوف دلوقتي التمرين طريقة حله إزاي ونشوف الخطوات اللي إحنا بنحلها مع بعض على إرادات المهن الحرة طيب كامل تمريني قال لي فإذا علمت أن الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده القصر بواقع قصة سانوي 4000 جنيه معظم التمرين بيجي لقصة شهري طبعا المرأة دي جاي لقصة إيه؟ سانوي تحديد الضريبة المستحقة طبعا تعالوا بقى نشوف الحل كده طريقة الحل أولا هتبدأ بالإرادات وقلت قبل كده في حلقات سابقة إن إرادات تنقسم إلي إرادات مهن حرة وإرادات تصرف في أي أصول مهنية إرادات المهن الحرة هتجيب كل الإرادات اللي موجودة عندك في التمرين وتحطها عدا أرباح بيع أدوات هندسية أرباح بيع أجهزة كمبيوتر الحاجات اللي هي أنت بتستعملها وبتبدأ تباعها إنما دي كلها خضعة لنشاطك من إرادات الإيه مكتب المحازم أتعاب تصميمات هندسية حطيت لها رقم أتعاب سشرات هندسية حطيت رقم بتاعها تخضع للضريبة أتعاب تصميم بالمشاركة مع المهندسين خدت نص المبلغ هي جات لـ 40 خدت 20 أما جائزة أبحاث علمية ليست لها علاقة نهائيا بالإيه بالعمل بتاعي يعني أنا باخد جائزة نظير إن أنا مثلا رحت مؤتمر حاجة فباخد جائزة فدي ده تخضع للضريبة أتعاب تصميمات سلرة دي بالكويت تخضع للضريبة حطيت رقمها نظير أحاديث تلفزيونية لا يرتبط بالنشاط إذا كان غير متكرر أو هو قال لي نظير أحاديث تلفزيونية وسيكت لو قال لي متكررة أحط رقم بتاعي طيب تعالوا بعد الوقت شوفوا الأرقام جبناها إزاي بجمع الإرادات بـ 228 ألف زائد 15 ألف أرباح عدوات هندسية هيديني 243 ألف ناخد إجمال الإرادات ده تاني في الجدول اللي بعده في الصفحة اللي بعدها وابدأ إجمال الإرادات 243 ألف وحط كل النفقات معايا زي إيه؟ يبقى أنا من المصرفات دي نفقات اللي موجودة في التمرين بابدأ أحطها كلها وابدأ أشوف الأرقام بتاعتها جات إزاي مرتبات موظف المكتب بحط رقمها إيجار المكتب برضو يتحط رقمه إهلاك أساس المكتب يتحط رقمه إهلاك السيارة باخد التلتين كل دي نشاطات خاصة بمين بالمكتب طيب إهلاك السيارة برضو باخد قلت إيه؟ التلتين اشتراك نقاط المهندسين خط رقم بتاعها أما اشتراك ناد رياضي لا يرتبط بنشاط إيه؟ المكتب فما بحطه ليش رقم مش عايز تكتبها خالص مفيش مشكلة اللي أنا واخد قدامه شارطة مش عايز تكتبه مفيش مشكلة ثم بعد كده مصروفات عميمة وقدرية خضعة للنشاط طبعا مصروف أو نفقات مصاري في السفر الجهاز الأعمال بالكويت برضو ليه رقم المجموع ستين أطرح متين تلاتة واربعين ألف من ستين الداني مية تلاتة وتمانين ألف بصوا بقى فيه في التمرين أول بند في المصروفات كاتب تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشاهرة وكاتب قدامها تمن تلاف تغضع في حدود عشرة في المية من صف الإراد شايف صف الإراد ده المية تلاتة وتمانين ألف اضربهم في عشرة في المية هيطلع تمنتاشر ألف وتلتمية هو دافع تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشاهرة تمن تلاف فاحنا بناخد اللي قال اللي هي كام تمن تلاف جنيه وتطرح المية تلاتة وتمانين ألف نقص تمن تلاف هيديك مية خمسة وسبعين ألف أطرح أقصاد تأمين على الحياة سنوي هو جابه لي سنوي طب يا مصر لو جابه بالشهر أضربه في اتناشر لو جابه بالشهر أضربه في اتناشر هو جابه بالسنة خلاص ما فيش مشكلة وهو بالحد الأقصى للتأمين ما ينفعش أأمن على نفسي أو على حياتي أكتر من 3000 جنيه طيب الوعي الضريبي أو الوعي الخضع للضريبة إعفاء الحد الأدنى للمعيشة طبعا 8000 جنيه رقم سابت أطرح من 172 ألف هيديني 164 ألف بنقرر الشريحة المعفاة دي باستمرار وقلت الرقم إذا زاد عن 22000 بنعملها على شرائح أو إذا زاد عن 37 ألف أو 192 ألف هو طبعا أكتر من 37 ألف خد من 164 ألف دول 22 ألف جنيه إضربهم في 10% ثم 15 ألف تاني من 164 ألف إضربهم في 15% يبقى واحد واثنين ما لهم سابتين معايا طيب 164 ألف اللي احنا خدناها من الجدول اللي فات هنطرح منهم مجموع لتنين دول 22 ألف و 15 تدينا 37 هيبقى 127 ألف هضربها في 22.5 على 100 هتبقى 28 ألف 575 أجمع 2200 و 2250 و 28 أو 28575 هيطلع 33 ألف 25 في بعض المحظات على الحل كده سريعا نقولها مع بعض أتعاب التصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين يغضع نصفها فقط لأنه في مهندس مشترك تاني معاه فبأس من رقم على 2 يدينا 20 ألف أتعاب تصميم صالة رياضي بالكويت تغضع لأن إيراد خارج مصر وفقا لنتعديلات القانون من كم سنة قريبة قالوا تغضع طالما خارج مصر كانت بتغضع داخل مصر فقط لكن دلوقتي تغضع داخل مصر وخارج مصر جائزة أبحاث على 100 لا تغضع للضريبة تشجيعا على البحث العلمي وتغطية التكاليف التبرعات لجمعيات خيرية معترب بها قلنا في حدود 10% من صف الإيراد يعتمد سلسي استهلاك السيارة التي تستخدم في أعمال منشأة والممول الاتنين مع بعض اشتراك نادر ياضي يستبعد من التكاليف لأنه مصروف شخصي طيب طبعا عشان خاطر معي دلوقتي احنا خدنا رابع جزء أو ضريبة المهن الحرة أو النشاط المهن الحرة أو النشاط الأرباح غير التجارية عايز بس تركزه معايا إذا كان طبيب أو مهندس أو محاسب لازم كل رقم تحطه في الجدول بتاعك يرتبط بنشاط المكتب ده يعني مثلا أي نشاط غير مرتبط بالنشاط المكتب ما حطلوش راقم من ضمنها زي الحاجات مثلا إراد عقار مثلا ضريبة جمركية على أمتاع خاصة أي حاجة خاصة بيك خارج نشاط المكتب بتاعك أو نشاط العادة بتاعتك لا يخضع للضريبة أو إحنا مشان إيه مشان نحسبه من ضمن الإرادات أو من ضمن النفقات طيب معاكم آخر تمرين دلوقتي إن شاء الله على ضريبة النشاط الاعتباري والتمرين ده ياريت تركزه فيه شوية لأنه بيبقى صعب جدا على معظم الطلبة طريقة حل وسهلة جدا جدا تركز بس وتفكر هو طالب إيه باختصار في التمرين ده تخيل نفسك إن أنت مأمور ضرايب ورايح تحاسب شركة على الضريبة أشخاص اعتبارية اللي هي بتبقى الشركات والمنشآت اللي هي موجودة معنا فين في الشركة بتاعي طيب لو أنت عندك في التمرين نشاط أشخاص اعتبارية بيقولك شركة بيقولك إذا كانت شركات أفراد أنت تحاسبها إزاي حضرتك بتتفضل تروح للشركة تبدأ تراجع حساب إرادات المصرفات الخاصة بالشركة بينتج منه حساب إرادات المصرفات ده حاجة اسمها إيه صف الربح تبدأ أنت تبص على كل المصرفات وكل الإرادات الموجودة بالشركة دي وتبدأ تعمل كشف ليك كشف التعديلات في حاجات هتوافق عليها وحاجات مش هتوافق عليها وتعالوا شوف دلوقتي التمرين هيتحل إزاي أو طريقة تحله مع إرادات أو الأشخاص الاعتبارية أو ضريبة الأشخاص الاعتبارية طيب بروية الأشخاص الاعتبارية الجزء الخامس التمرين في عجلة بيقول لي حقاقت إحدى الشركات أرباحاً 400 ألف جنيه وعند الفحص اتضح حمالي مأمور الضرائب بيبدأ يفحص الحاجات دي ركز بقى على الأسماء عشان الحاجات دي كلها نبدأ نحتاجها في التمرين هو عبارة عن إيه؟ إن إحنا بناخد البيانات دي نحطها في جدول زي ما هاجي معاكم دلوقتي عند حل التمرين سحبت أصحاب الشركة بضاعة خلال العام قيمة 6,000 جنيه رحلت للمسحوبات ولم ترحل للمبيعات قامت الشركة بقيد ألفين جنيه إرادات أوراق مالية استثمارات أوراق مالية وهذه الإرادات معفاة من الضريبة بلغت الديون المعدومة المحصلة 10,000 منها 4,500 جنيه لم تعتمدها مصلحة الضرائب في حينها ودرجت كإرادات إهلاك الشهرة بالمبلغ 27,000 بمبلغ 15% علماً بأن المعدد الضريب المعتمد 10% ودرجت كمصروف ضمن المصاريف أقصاد تأمين 12,000 منها ألفين تأمين دخول مناقصات والباقي تأمين حريق طيب نكمل التمرين ضمن المصاريف مبلغ 13,000 رسوم جمهورية التي وجدت لها مستندات تتضمن بند المصروفات العمومية إكراميات بدون مستندات مرتبات العمليين والشهري تتضمن بند التبرعات تبرعات المستشفى الأسر العيني تبرعات لجمعية الهلال الأحمر المصرية مخصص بوط أسعار أوراق مالية ضمن المخصصات المخصص أجيو والتأمينات يتضمن تأمين ضد الحوادث بدأ في 1,7 والباقي تأمين إيجار مخازن الشركة تمام؟ طيب بصوا كده مع بعض طريقة الحل بنبدأ أول حاجة صوف الربح المحاسبي من مواقع الدخل 40,000 لو هو في التمرين قال لي مسحوبات بصوا يا جماعة حتى بالشكل كده بتجيبها من التمرين هرجع لوقتي تاني التمرين معاكم بس ركزوا على الكلمة مسحوبات أصحاب الشركة من البضاعة خلال السنة طيب بصوا كده معايا بصوا كده قال لي إيه رقم واحد سحبت أصحاب الشركة بضاعة خلال العام بسعر 6,000 جنيه رحلة المسحوبات إحنا دلوقتي عايزين نعرف طريقة الحل بتاعتنا أنا بجيب البند رقم واحد واكتبه أول حاجة كشف التعديلات قيمة مسحوبات أصحاب الشركة من البضاعة خلال السنة حيث أنها لم تضاف لقيمة المباعات أنا سحبت بضاعة واعتبرتها ما حطتهاش أو ما حكتت لهاش رقم من ضمن المباعات سحبت بضاعة من غير إيه ما أيدها طيب أنت دلوقتي حدك سحبت بضاعة وما تضافتش على المبيعات لذلك باخد رقم بتاعها أضيفه يبقى لو قال لي مسحوبات ولم تسجل أو مسحوبات لم تضاف لقيمة المبيعات أضيف الرقم إيه بتاعها إرادة استثمارات أوراق مالية وهذه الإرادات معفاة من الضريبة أي إرادة استثمارات أوراق مالية والإرادة معفاة من الضريبة تدرج وقدرجت ضمن الإرادات رقم بتاعها يخصم تعالوا بندينه لو قال المسحوبات أصحاب الشركة من بضاع خلال السنة أنها لم تضاف لقيمة المبيعات بضيف لها الرقم إرادة استثمارات أوراق مالية وهذه الأيرادات معفاة ركز على إرادة استثمارات أوراق مالية أو أي إرادة استثمارات تانية إذا أدرجت ضمن الإرادات بخصم رقمها الديون المعدومة المحصلة التي لم تعتمد في حينها كديون معدومة من مصلحة الضريب أدرجة ضمن الإرادات تخصم تاني يا جماعة الديون المعدومة التي لم تعتمد هو قالي بعشر تلاف بس التي لم تعتمد باربعة ونص فأنا باخد الديون المعدومة التي لم تعتمد فيه تمرين تاني ممكن يجي يقول لي إيه تمرين تاني ممكن يجي يقول لي في الديون المعدومة دي برضو لها إيه لها قصة تانية شوية يعني الديون المعدومة دي ممكن يجي يقول لي في التمرين ديون معدومة عشر تلاف لم تعتمد منها مصلحة الضريب أربعة تلاف ونص زي ما قلتها ممكن يجيبها لي بطريقة تانية يقول ديون معدومة عشر تلاف اعتمد منها خمس تلاف وخمسمية مثلا يبقى اطرح الخمس تلاف وخمسمية من العشر تلاف هيدينا الربعة تلاف ونص يبقى لكز على اللفظ اللي بيجيبه اما ديون معدومة لم تعتمد من مصلحة الضريب ودي اللي تهمني او ديون معدومة اعتمدت من مصلحة الضريب حضرتك ممكن تاخد اللي تعتمد دي تفتكرها لم تعتمد حط خمس تلاف وخمسمية إنما أنا عايز التي لم تعتمد أكمل تمريني معاكم على ضريبة النشاط أو الأشخاص الاعتبارية طيب فرق إهلاك طبعاً الشهرة الإهلاك فرق المعدل في المحتسب هو قالي الشهرة ب 27 ألف والمعدل الكبير عندي 15% بس الضريب قالت له حسبه على 10% نحسبها إزاي؟ ناخد الإهلاك اللي هو جايبهول اللي هو 27 ألف ده نضربه في النسبة الكبيرة 15% ناقص اللي أصغر منه 10% عن نسبة كبيرة تاني 15 يبقى 15 ألف 15% ناقص 10 على 15 فرق المخصصين أو فرق النسبتين على النسبة الأكبر تدينا 9000 أضفها على طول قال لي تأمين دخول منقصات لا يعتبر من التكاليف لأنه سيتم استرداده أنا عايز تكون مصور التمرين معاك أو كاتبه عشان تعرف البنود دي بجيبها إزاي؟ أنا بجيبها من التمرين بجيب الكلمة هو قال لي تأمين دخول منقصات وأنا بقى كامل لا يعتبر من التكاليف لأنه يسترد أما بدخل منقصة وما كسبتش المنقصة باخد التأمين تاني حتى لو كسبتها طبعا بدفع جوز أكبر بس أنا بتكلم دلوقتي على شركة دخلت منقصة المفروض أن التأمين ده بيسترد زيه زي تأمين إيجار زي تأمين نور ومياه وتليفون يبقى إيجار ونور ومياه وتليفون بحط رقم بتاهم عشان بيسترد أما تأمين سنوي على الشركة ضد الحريق يعتبر تكلفة لا تأثير مش هيتأثر لأنه التأمين ده السنوي على الحريق أو السرقة ده معترف به رسوم جمركية لا توجد لها مستندات مؤيدة غير معترف بها بضيفها يبقى رسوم الجمركية أي حاجة يا جماعة لا توجد لها مستندات مؤيدة مفيش حاجة تثبت الحاجة دي بتاعتي بضيف رقمها على طول طيب البند الثاني المصروفات والإكراميات من الجزء المهم جدا معترف بها في حدود 7% من المصروفات العمومية والمؤيدة بالمستندات هو قال المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بالمستندات 900 ألف بضربها في 7 على 100 هيطلع رقم ده معايا 63 ألف يبقى الفرق يضاف حضرتك كاتب إكراميات بـ 100 ألف طيب أنا بقول لك إن الإكراميات المفروض ما تزيدش عن 63 ألف لما حسبتها وضربت في النسبة سابتة 7% هيطلع الفرق 37 ألف يضاف تعال بقى المرتبات دي فيها فكرة شوية وتركز معايا قال لك المرتبات مدفوعة بـ 700 ألف علما بأن المرتبات الشهرية 60 ألف جنيه أي حاجة بالشهر في حساب الضريبة تحول إلى سنوي بالضرب في كام؟ في 12 هتمسك الـ 60 ألف تضربهم في 12 وبعد كده هتديك سابتة 72 ألف وتبقى كده تطرح منهم المرتبات المدرجة هيتبقى الفرق عشرين تضيفه التبارعات لمستشفى الأسرة العيني معترب بها تمام؟ لا تأثير التبارعات لجمعية الليلة الأحمر برضو تضاف مؤقتا مخصص بوط أسعار أرى مالية كل المخصصات ومخصص أجوب تضاف تأمين سانيه على الشركة هو دافع 30 ألف في 6 على 12 لأنه بدأ 1 سبعة هيديني 15 ألف الباقي بيضاف وبعد كده زين برضو ما عودتكم في تمرين تانية بنجمع رقمين يجاني بيضاف وجاني بيخصم وبنترحم وبضرب بعد كده التبارعات فيه عشرة على مية وعشرة وباخد إلى أقل لحد ما يديني صفل إيه الربح طيب أعزائي طلب الطالبات الدبلوم التجاري إن شاء الله كده نكون خلصنا مراجعة مهمة في محاسبة الضرائب إن شاء الله بالتوفيق لكم في الامتحانات اللي جاية وإن شاء الله نتمنى لكم دائماً الازدهار والتفوق وإن شاء الله برضو محتاج منكم نتعب الفترة دي شوية وكده نكون خلصنا أجزاء مهمة جداً محاسبة الضرائب ويرب إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وقدرنا نوفي الأجزاء الخاصة بمنهج محاسبة الضرائب وتمنياتي لكم بكل خير كان معكم أستاذ محسن شريف محاسبة الضرائب شعبة إدارة من قناتكم قناة مصر التعليمية للتعليم الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته